في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووفق النتائج المؤقتة تحصل دونالد ترامب على 267 صوتا والأغلبية في 26 ولاية مقابلة 224 لكاميلا هاريس التي تحصلت على الأغلبية في 17 ولاية في تقارب شديد بينهما حيث يحتاج أحدهما إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية المزيد مع حفظ عبدالصدق بعد أشهر من السجال الانتخابي الشرس بين الجمهوريين والديمقراطيين شغل العالم بأسره انتهى المعترك الانتخابي المحموم بفوز المترشح الجمهوري دونالد ترامب بعهدة ثانية متقدما على غريمته الديمقراطية كامالا هاريس وأعلن ترامب فوزه بالرئاسة بتجاوزه حاجزا 277 صوتا في المجمع الانتخابي ليصبح الرئيسا السابعة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية وأول رئيس يفوز بفترتين رئاسيتين غير متعاقبتين منذ 1892 عودة بنكهة الانتقام ورد الاعتبار قالها ترامب في خطابه لمناصره في فلوريدا شاكرا إياهم على الثقة والمناصرة متعهدا بإعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكانتها في العالم وفيما استهجن الديمقراطيون فوز ترامب وخرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم وتخوفهم من أن يطبق وعيده بالانتقام وما سينجر عنها من السياسة الاندفاعية المعهودة لشخصية الرئيس المثيرة للجدل تنتظر الرئيس الجديد تحديات محلية وإقليمية وعالمية لعل أهمها ملف الهجرة والمهاجرين وملف المسلمين في أمريكا وكذا الرعاية الصحية والتضخم والبطالة وعالميا الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان في ظل تعهدات ترامب خلال حملته بالدعم الأمريكي لا مشروط للكيان الصهيوني ومع فوزه بعهدة رئاسية جديدة واستحواذ حزبه على أغلبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب يبدو أن العالم في الأيام المقبلة سيعيش على صفح ساخن